ايه الفارما بين مصت ومصت وشود وشودن؟ بالعربي كده ان مصت ومصت بتعبر عن الالزام انت ملزم انك تعمل الحاجة دي ما عندكش اي اختيار تمام؟ فأقول لك مثلا you must wear your uniform وانت رايح للمدرسة لازم تلبس اليونيفورم بتاعك فانت هنا ملزم تمام؟ اما مصت ده النفي بتاع مصت بتعبر عن المنع او التحريم او ماينفعش انك تعمل الحاجة دي اقول لك you mustn't park here because it's non parking area ماينفعش انك تركن في المنطقة ديت لانها منطقة ممنوع فيها الركنة تمام؟ اما الشود وشودن فشود وشودن تعبر عن advice اللي هي النصيحة اه شود يعني يجب وشودن يعني لا يجب طبعا الفرق ما بين الالزام والنصح ان الالزام انت مقبر انك تعمل الحاجة دي اما النصح فانت ممكن تاخد بنصحتي وممكن لا تمام؟ فيبقى مصت ومصت بيعبروا عن الالزام اما الشود وشودن بيعبروا النصيحة فأقول لك عسابين مثلا يجب انك تذكر بك ماينفعش انك تدخن طبعا التنين يجب بعضهم الانفناتف سواء شود وشودن وسواء مصت ومصت بس مصت ومصت بيعبروا الالزام اما الشود وشودن يعبروا عن النصيحة لو عجبك في الفيديو وتنساش تعملنا لايك وتعملنا نصف اسكليب بالقناة فانت على الفيسبوك ما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل لنا كومنت وكمان تتابعنا عشان ان شاء الله يوصلك فيديواتنا اول باول سلام